بسم الله والحمد لله ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس منزلة الصدق ولكن إخواني وأخواتي تعودنا قبل أن نبدأ أي درس أن نستذكر وإياكم أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا صورا من صدقه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك حينما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي بواسطة جبريل عليه السلام فقد ذهب إلى خديجة خائفا حينما قال دثروني دثروني زملوني زملوني صلوات ربي وسلامه عليه فقالت له خديجة رضي الله عنها فوالله أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فخديجة رضي الله عنها شهدت للنبي عليه الصلاة والسلام بصدقه لأنه كان قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين وأيضا شهد له أعداؤه بذلك فحينما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فصعد إلى الصفا ونادى بطون قريش فحينما قال لهم عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا إذن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام قد شهدوا له بالصدق أيضا تحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا في جميع أحواله في جده وفي مزاحه ولذلك قال له أحد الصحابة إنك تمازحنا فقال نعم ولكن لا أقول إلا حقا وقد تكلمنا في هذا أن الأنبياء والرسل صفة الصدق فيهم ملازمة دائما لأنهم يبلغون رسالة ربهم سبحانه وتعالى لذلك كان أو كانت صفة الصدق فيهم دائما وأبدا ولذلك صدقهم الناس وآمنوا بما جاءوا به الآن نأتي إخواني وأخواتي إلى درسنا الجديد والذي سيتحدث عن منزلة الصدق نحن عرفنا ما يتعلق بصدق النبي عليه الصلاة والسلام ونماذج من ذلك والآن نتحدث عن منزلة الصدق في الإسلام هل الصدق صفة محمودة؟ هل الصدق باب من أبواب الجنة؟ أو أن الصدق ليس له اهتمام في الإسلام؟ سنعرف هذا من خلال هذا الحديث الذي أمامكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا إذن هذا الحديث يبين لنا منزلة الصدق في الإسلام وأن الإسلام قد اهتم بموضوع الصدق ورتب عليه أجر عظيم وأن الصدق يقود للإنسان أو يقود الإنسان إلى البر وأن البر يقود الإنسان إلى الجنة لذلك كان للصدق منزلة عظيمة في الإسلام الآن دعونا نتعرف أكثر على معاني الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر أي إن الصدق في القول والعمل يجعل أعمال صاحبه أعمال خير وبر وطاعة إذن الصدق ليس في القول فقط وإنما أيضا يشمل الأفعال فإن الإنسان يكون صادقا بقوله ويكون صادقا أيضا بفعله وصدقه في قوله وفي أفعاله تدله إلى الخير وإلى البر وإلى الطاعة وإلى سلوك طريق الجنة وقوله عليه الصلاة والسلام وإن البر يهدي إلى الجنة أي والبر وهو أعمال الخير والطاعات يؤدي بصاحبه إلى الجنة فيكون الصدق بذلك سببا لدخول الجنة إذن لما كان الصدق سببا لدخول الجنة تبين لنا أن الصدق له منزلة عظيمة في الإسلام وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون صادقا دائما في جده وفي مزاحه في أقواله وفي أفعاله حتى يسلك طريق الجنة بإذن الله تعالى وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا أي يلازم الصدق في أقواله وأفعاله ويحرص عليه فيكون عند الله سبحانه وتعالى صديقا ومعنى صديقا يعني هو اسم يدل على المبالغة في الصدق ولذلك سمي أبا بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الإسراء والمعراج حينما كذبته قريش ذهبوا إلى أبي بكر الصديق والنوى أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يعلم بقصة الإسراء والمعراج فقالوا له يا أبا بكر أتدري ما قال صاحبك قال ماذا قال قالوا أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وذكروا له القصة فقال رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق إذن أبا بكر الصديق كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء فلذلك سمي الصديق لأنه لازم الصدق رضي الله عنه ولا شك أن هذه درجة عظيمة يحشر مع الأنبياء والصالحين وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور أي إن الكذب في القول والفعل يوقع صاحبه في الأعمال الفاسدة والفجور اسم جامع لكل شر إذن الكذب لا يأتي بخير الكذب يؤدي إلى الشر الكذب يؤدي إلى الفجور إذن ينبغي على الإنسان أن يتجنب الكذب حتى في مزاحه لماذا؟ لأن الكذب باب شر قد يوقع بصاحبه في الفجور ولا شك أن الفجور هو مفتاح لكل شر والفجور يؤدي بصاحبه إلى النار لذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من الكذب في جده وفي مزاحه الآن نريد في هذا الجدول الذي أمامكم أن نبين الصدق والكذب الآن نأتي بوجه المقارنة بين الصدق وبين الكذب الأثر على سمعة صاحبه الصدق ما هو أثر الصدق على سمعة صاحبه نقول نعم أحسنتم يأتي بالسمعة الطيبة على صاحبه حينما يكون دائما صادقا في أقواله وفي أفعاله أما أثر الكذب على سمعة صاحبه فإنه يأتي بالسمعة السيئة على صاحبه حتى أنه لو قال صدقا لما صدقه الناس لما عهد عليه من الكذب قبول الناس لأقوال صاحبه وأخباره ما هو أثر الصدق على قبول الناس لأقوال صاحبه وأخباره نقول نعم يقبل الناس منه فنبينا عليه الصلاة والسلام حينما كان متصفا بالصدق قبل البعثة ومشهورا بذلك لما بعث إليه عليه الصلاة والسلام وبدأ في الدعوة صدقه الناس لأنهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام فقبل منه الناس الدعوة والرسالة أما أثر قبول الناس لأقوال صاحبه وأخباره إن كان كاذبا فالناس لا يقبلون منه حتى وإن أتى بالصدق لأنه قد عرف عنه الكذب أثر الصدق على أعمال صاحبه نقول نعم أحسنتم صلاح الأعمال لماذا؟ لأننا ذكرنا في الحديث أن الصدق يهدي إلى البر يعني إلى أعمال البر والطاعة والخير أما أثر الكذب على أعمال صاحبه ففساد الأعمال لأنه يؤدي إلى الفجور والفجور كما قلنا اسم جامع لكل شر أثر الصدق في ثمراته في الدنيا نقول أحسنتم ثقة الناس بهذا الإنسان الصادق فيما يقول وفيما يفعل أما في الجانب الآخر في حال الكذب فإن الناس لا تثقوا به ثمرات الصدق في الآخرة نقول دخول أحسنتم الجنة وأما ثمرات الكذب في الآخرة نعود بالله دخول النار لقوله عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفجور يهدي إلى النار نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أولا أحسنتم أن الصدق من أسباب دخول الجنة والكذب من أسباب دخول النار أيضا نستفيد من هذا الحديث المنزلة العظيمة للصدق عند الله سبحانه وتعالى أيضا نستفيد من هذا الحديث أن الصدق جامع لكل خير والكذب جامع لكل شر نأتي الآن ونتعرف على راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنسبه هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه ومن فضائله أنه من السابقين إلى الإسلام وأيضا من كبار علماء الصحابة ومن فضائله هاجر الهجرتين ومن فضائله شهد بدرا والمشاهد كلها بعد بدر أما صفاته فكان شديد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتهر رضي الله عنه بجمال قراءته للقرآن الكريم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد أوتي صوتا جميلا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين نأتي الآن إلى هذا النشاط ونفكر فيه قليلا كيف يتعامل الناس مع الصادق فنقول نعم أحسنتم يتعامل الناس مع الصادق بكل احترام وتقدير وثقة فيما يقوله أو ينقله من أخبار الآن نلخص ما تعلمناه تعلمنا في هذا الدرس أن منزلة الصدق عند الله عظيم أن الصدق يؤدي إلى صلاح الأعمال أن الصدق سبب لدخول الجنة وأيضا تعلمنا أن الكذب سبب لدخول النار الآن نأتي إلى التقويم ونتشارك في حله السؤال الأول أختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح الصدق يكون في الأقوال الأعمال الأقوال والأعمال الخيار الصحيح نعم فقرة جيم كلمة صديق اسم يدل على الصدقة الصداقة المبالغة في الصدق نعم الخيار كذلك جيم نستكمل التقويم هنا نريد في هذا السؤال أن نكتب المصطلح المناسب للتعريف التالي اسم جامع لكل خير هو أحسنتم نعم الصدق واسم جامع لكل شر هو أحسنتم الكذب إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وبإذن الله نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر